اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضريبة المرتبات وما في حكمها الموضوع الثاني ضريبة النشاط التجاري والصناعي والموضوع الثالث ضريبة المهن الحرة ثم الضريبة العقارية رابح حاجة خمسة ضريبة النشاط الاعتباري وأخيرا ضريبة القيمة المضافة شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ معكم أول حلقة في محاسبة الضريب عشان خاطر تركزه وكل يجهز الألم والورقة بتاعته وتبدأ وتكتبه ورانا وعايزين مذاكرة ونشد حينها شوية عشان هنبدأ بأول موضوع معنا دلوقتي اللي هو ايه مرتبات أو ضريبة المرتبات وما في حكمها نبدأ الأول بمحاسبة الضرائب قبل ما نبدأ نتكلم عن الموضوع الأولى اللي هتكلم في النهاردة اللي هو ضريبة المرتبات لازم نعرف الأول مفهوم كلمة الضريبة ايه معنى كلمة ضريبة الضريبة هي فريضة نقدية تحصل عليها الدولة من الأفراد والمنشآت تبقى لقواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية يعني ايه كلمة الضريبة فريضة نقدية تحصل عليها الدولة لازم نفهم يا عزائي الطلبة والطالبات الأول كلمة الضريبة ضريبة نقدية تحصل عليها الدولة من الأفراد والمنشآت عايزة أعرف أن الضريبة دي لازم تدفع نقدا الحالة الثانية أن هي تبقى للقواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية تعالوا نشوف كده ملاحظات على التعريف ده وازاي هنبدأ نعرف موضوع الضريبة عن المرتبات أو المقصود بيها رقم واحد الضريبة فريضة لأنها تفرض على الجميع ولا يجوز الامتناع عنها يبقى احنا عارفين دلوقتي أن أول حاجة بالنسبة لنا أن الضريبة دي فريضة على كل فرد سواء دلوقتي إذا كنت تمتلك منشأة إذا كنت شخص صاحب مهنة إذا كنت موظف أي أن كان هي فريضة إجبارية على جميع الأفراد والضريبة نقضية لأنه لا يجوز سددها في شكل خدمات شخصية أو عينية إحنا بنساد الضريبة فلوس نقدية للدولة وبرضو لازم نعرف أن إحنا بندفع الفلوس دي للدولة إيه السبب عشان تؤدى الضريبة إلى الدولة بما لها من سيادة وليس للأفراد يعني الضريبة دي أول حاجة لازم نكون عارفين أنها بتوصل لمين للدولة يعني منفعش أدفع ضريبة الفرد وتستخدم الدولة حصيلة الضرائب في الوفاء بالنفقات العامة للدولة ككل يعني أنا دلوقتي يا جماعة باخد الضريبة دي أو حصيلة الضرائب عشان أوف بيها النفقات العامة للدولة مثلا على سبيل المثال خط ضريبة من منشأة من أفراد ببدأ بعد كده أسددها في نفقات الدولة المختلفة مصرفات مرتبات بناء بعض الخدم أو سداد بعض الخدمات المعينة يبديكوا لها بالنسبة لنا اسمها إيه؟ اسمها الضريبة على المرتبات اتنين بعد كده من خصائص الضريبة الضريبة مباشرة والضريبة سنوية والضريبة شخصية وتسعودية فيه من أربع خصائص للضريبة لازم نكون عارفينهم لأن انتوا عارفين في الامتحان ممكن يجيلي جزء نظري اختار أو أكمل أي أن كان لازم نكون مركزين فيه شوية يبقى من خصائص الضريبة ضريبة مباشرة ضريبة سنوية أو ضريبة شخصية وضريبة تسعودية يبقى مباشرة تفرض على الفرد مباشرة ضريبة سنوية تفرض كل سنة وليست كل فترة محددة ثلاث شهور أربع شهر لا هي كل سنة يعني 12 شهر ضريبة شخصية خاصة بالفرد أو بالمنشأة بهوة مش بحد تاني يعني ما نفعش أدفع ضريبة عن حد تاني ضريبة تسعودية كل مزاد الإراد أو ربح معاك بتكون الضريبة أزيد في السادات يعني مثلا واحد حصل إراد مليون مش زال حصل مية بتدفع الضريبة حسب الشرائح المحددة اللي إن شاء الله نشرحها مع بعض نبدأ أول حاجة كده إن شاء الله الدرس الأول بتاعنا اللي هو الضريبة على المرتبات وما في حكمها إيه معنى كلمة الضريبة على المرتبات نعرفها الأول طبعا كلنا عارفين فيه طبعا موظفين إذا كان قطاع حكومي أو قطاع خاص يقتطع من مرتبه جزء من المرتب كضريبة تعال نعرف الضريبة على المرتبات ونعرف أنواع الأجر في الضريبة تفرض الضريبة على إرادات العمل التابع وهو العمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت إشراف ورقابة هذا الغير وقبل أن نتكلم عن الأجر يعني إيه تفرض الضريبة على إرادات العمل التابع يعني أنا لازم أكون شغال في مكان معين سواء قطاع خاص أو قطاع حكومي والعمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير يعني لازم أكون شغال تحت إشراف جهة تحت إشراف مثلا قطاع حكومي قطاع خاص أيا كان الشغل اللي أنا شغاله ده لازم أكون تحت إشراف رقابة هذا الغير سواء كان فرد أو كانت منشعة ركزوا معي قوي في موضوع الأجر نوعين عشان هو ده بداية التمرين بتاعنا الأجر عندي نوعين أول حاجة ينقسم الأجر إلى أجر أساسي وأجر متغير يعني يا جماعة اللي بيقبض مرتبه المرتب ده عبارة عن نوعين أجر أساسي وأجر متغير زي إيه الأجر الأساسي الأجر الأساسي يشمل حكتين الأجر الأساسي تاني قرره معايا يشمل حكتين مرتب أساسي وعلاوة خاصة إضافية أو اجتماعية تاني نقول مع بعض الأجر الأساسي يشمل حكتين مرتب وعلاوة والعلاوة أي أن كانت خاصة أو إضافية أو اجتماعية والأجر المتغير يشمل ثلاث حاجات إيه هما واحد بدل طبيعة عمل اتنين حوافز إنتاج ثلاثة أجر إضافي معلش تاني نقطة مهمة جدا 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 لازم نعرف عشان نعرف لحل تمرين المرتبات بتاعنا نعرف إن الأجر نعين واحد أجر أساسي اتنين أجر متغير والأجر الأساسي عبارة عن مرتب أساسي وعلاوة خاصة أو إضافية أو اجتماعية وقلنا المتغير يلا أنا سمعكم هم بتقولوا إن الأجر المتغير يا مستر ثلاث حاجات بدل طبيعة عمل وحوافز إنتاج وأجر إضافي طيب تعالوا بعد كده ناخد يمكن تقسيم الإرادات الخضعة لضريبة المرتبات إلى الأنواع الأتية في مرتبات وما في حكمها ومكافآت نظير أعمال إضافية ومزايا نقضية وعينية ده كل اللي بيحصل عليه إيه؟ المرتب دلوقتي هنبدأ بحاجة مهمة جدا التمرين الأول في ضريبة المرتبات ولازم تركزه معايا وتجهزه ألم وورقة وتكتبه ويريت بعد ما خلص التمرين نحاول إحنا نحله تاني في البيت مع بعض وحاوله تتمرنه كويس عشان المحاسبة لازم فيها التدريب بإيديك عشان تعرف إن شاء الله تدخل امتحان وتحل هنبدأ مع بعض دلوقتي التمرين الأول في ضريبة المرتبات ده الله يبينا نشوف التمرين بيقول إيه؟ التمرين الأول تمرين الشكل بتاعه بيكون صغير لكن فيه أجزاء مهمة جدا بتتحل نبدأ لأول التمرين نشوف ونشوف إيه المطلوب مننا بيقول لتمرين محمد ناجي يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص يتقاضى شهريا ما يلي فيه موظف ركزوا معاه في الأرقام عشان هنحتاجها الأرقام دي مهمة جدا وأنا قلت برضو سمعت منكم وانت قلتولي إن الأجر نوعين أجر أساسي وأجر متغير ولسه قالين من شوية إن الأساسي كم حاجة؟ الأساسي يا مستر عبارة عن مرتب أساسي وعلى أخصة طيب المتغير بدل طبيعة عمل وحوافز إنتاج وأجر إضافة طيب محمد ناجي يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص سواء كان قطاع خاص أو قطاع حكومي مفيش فرق في حسابة الآيه ضريبة المرتبات عندنا يتقاضى شهريا ما يلي وهنا كلمة شهريا لازم أركز يا جماعة قوي قوي مع بعض في الامتحان بيجي السؤال إزاي إما يقول يتقاضى شهريا أو يتقاضى سنويا ركزوا معايا يتقاضى شهريا أو يتقاضى سنويا يتقاضى شهريا واحد مرتب أساسي 1700 إحنا قلنا المرتب الأساسي هو من ضمن الأجر الأساسي وعلاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي عايز بقى نركز كده مع بعض شوية ونعرف إن العلاوة عبارة علاوة خاصة أو اجتمعية إما تكون مضافة أو غير مضافة يبقى تاني أنا دلوقتي قلت الأجر الأساسي حكتين هم مرتب أساسي 1700 ركزوا معاه في الأرقام وعلاوة خاصة مضافة وديها قولها في ملاحظة وأنا بحل دلوقتي إم تكون العلاوة مضافة أو هو بيجيب لي في التمرين إما علاوة مضافة أو علاوة غير إيه مضافة ويحصل على بدل طبيعة عمل وأجر إضافي إنت قلت لنا يا مصر إن في الأجر الإضافي أو المتغير تلات حاجات بدل طبيعة عمل وحوافز إنتاج وأجر إضافي طب هو جاب لي في التمرين بدل طبيعة عمل وأجر إضافي بس اتنين مفيش مشكلة وللعلم الموظف ده يتقاضى شهريا قال لي فإذا علمت أن الممول يصرف له بدل سفر وانتقال 150 جنيه في الشهر هو بيتصرف للمرتب ده بدل سفر وانتقال 150 جنيه في الشهر إيه المطلوب معايا؟ المطلوب حساب الضريبة المستحقة على الموظف شهريا عايز أحسب الضريبة كل شهر قد إيه؟ علماً بأن الحد الأقصى للأجر الأساسي 200 والمتغير 800 دول برضو رقمين هنحتاجهم وهنركز عليهم شوي يبقى تاني مع بعض الموظف ده يتقاضى شهريا أول حاجة والأجر الأساسي بتاعه أو المرتب الأساسي 1700 والإعلوة الخاصة نركز كلمة مضافة ب300 وبدل طبيعة عمل 500 وأجر إضافي 400 بإحنا كده في التمرين ده جدنا الأجر الأساسي والمتغير الأجر الأساسي مرتب أساسي وإعلوة خاصة والأجر المتغير بدل طبيعة عمل وأجر إضافي وقال لي معلومة تانية الممول يصرف له بدل سفر وانتقال 150 طبيعي أن أنا ممكن أكون طبعاً موظف يا جماعة وسافر بلد تانية ممكن أكون موظف وسافر بلد تانية أو أروح أعمل أي خدمة للمصلحة أو أقضي بعض الأعمال الخاصة بالمنشأة فياخد بدل سفر بدل سفر ده يا جماعة لو شفتوه في تمرين أو هو بدل سكن وهقولها في المحصات دلوقتي عشان تكتبوها معايا يعني يهمل في التمرين أكني ما شفتوش يعني إيه يا مستر يعني لو جالي بدل سفر بدل مسكن بدل ملبس أكني مش عارفه يعني أكني ما خدش بالي بأنه هو موجود في التمرين أو مش موجود مش هستعمله لأنه يعفى من الضريبة يعني يا جماعة بدل السفر بدل المسكن بدل الملبس طالما هي خاصة بأعمال المنشأة تعفى من الضريبة يعني مش هستعملها في التمرين نرجع تاني مع بعض لتمريننا المطلوب حساب الضريبة المستحقة للموظف محتاجين دلوقتي تمهيد للحل وعملتلكم التمهيد للحل تحت التمرين مباشرة عشان تعرفوا تحلوه إزاي أول حاجة في حاجة اسمها حساب حساب اشتراك التأمين الاجتماعي ركزوا معايا في الأرقام اللي أقولها دلوقتي رقم واحد أنا لست أقل من شوية سمعوني كده الأجر نوعين أساسي ومتغير طيب الأجر الأساسي يا مستر قلت لنا أنه هو مرتب أساسي وعلوة خاصة بصوا يا جماعة ركزوا كده في الأرقام معايا شايفين السهم على إيه المرتب الأساسي 1700 وعلوة خاصة مضافة للأجر الأساسي طالعة ب300 يبقى احنا عندنا رقمين تعالوا تحت كده للتمرين هقولك عن الأجر الأساسي نأخذ الأقل بين المحسوب من الأجر والحد الأقصى شوف الأول بس الأجر الأساسي حكتين ورجمعهم مع بعض هو قال لي العلاوة إيه قال لي العلاوة مضافة طالما العلاوة مضافة هحسبها مع الأجر الأساسي نركز قوي اكتبوا وراء المعلومة دي طالما العلاوة الخاصة أو الاجتماعية مضافة للأجر الأساسي هحسبها وانا بحس باشتراك التأمين الاجتماعي ده مع المرتب الإيه أو مع الأجر الأساسي لو قال لي العلاوة الخاصة غير مضافة للأجر الأساسي هحسبها مع الأجر المتغير طب نشوف مع بعض كده الأول المرتب الأساسي 1700 وفي علاوة مضافة لأجر الأساسي 300 ها نجمع مع بعض 1700 زائد 300 يدينا 2000 وفي التمرين في المطلوب ارجعوا كده للمطلوب على إيه زي ما نعمل كده شايفين الرقم العليل السهم ده حساب الضريبة المستحقة على الموظف علما بأن الحد الأقصى 2100 طب حد يقول لي كده وتركزه معاه شوية جمعت 1700 زائد 300 إداني 2000 والحد الأقصى 200 طب حد يقول لي الأقل بقى 2000 ولا 1100 طبعاً الألفين تضربها في 13% سابت أضربها في 13% سابت يبقى اشتراك التأمين الاجتماعي عن الأجر الأساسي تضرب في نسبة سابتة 13% وبختار الأقل ما بين المحسوب وما بين الحد الأقصى طيب تاني لأجر الأساسي 1700 والعلاوة 300 بقى المجموع كام سامع عابد تقوله كام 2000 والحد الأقصى هنا في المطلوب مكتوب كام 200 أخذ الأقل ها الشطار يقوله إيه الألفين فيه 13% هتطلع 260 ندخل على الجزء التاني الأجر المتغير أنا قلت ثلاث حاجات بدل طبيعة عمل وحوافز إنتاج وأجر إضافي طب هو جاب لي بدل طبيعة عمل وأجر إضافي بس أجمع بدل طبيعة عمل 500 مع الأجر الإضافي 400 هيطلع 900 وهو قال لي فوق هنا شايف السهب الأجر المتغير الحد الأقصى 800 حد يقولي 900 ولا 800 الأقل طبعا 800 هضرب 800 في 10 على 100 يبقى 80 لحظ كده إن اشتراك التأمين الاجتماعي للأساسي 260 وللمتغير 80 هنجمعهم مع بعض هيبقى يركزوا في الرقم ده وافتكروه هجيبوا في حل التمرين لإن بداية التمرين من الجدول اللي أنا هعمله دلوقتي يبقى المجموع كله على بعضي 340 يلا نشوف الجدول معلش طبعا عشان خاطر الشريحة بتاع الشرح العرض ليكم عشان تفهموا والخط عندكم يكون واضح وكويس عملناها على صفحتين بس انت لما تيجي تحلها إن شاء الله في الامتحان هن شاء الله بإذن الله تبدأ تحلها في صفحة واحدة يعني انت بتكمل التمرين كله كجدول واحد نبدأ كده إن شاء الله في الأول نشوف التمرين نتحط إزاي بصوا يا جماعة في أساسيات في التمرين عند حساب الضريبة الشهرية هحسب إزاي الضريبة الشهرية هقوله إجمال الأجر الأساسي والمتغير أنا سامع واحد بيقولي إن الأجر نوعين أساسي ومتغير طيب نبدأ الأول الأجر الأساسي حاكتين مرتب أساسي وإعلاءة خاصة شايفين والأجر المتغير حاكتين بدل طبيعة عمل وأجر إضافي ما جابش حوافز إنتاج طيب ما تيجي نجيب من التمرين لو رجعنا للتمرين هنفتكر إن التمرين بتاعنا إن هو المرتب الأساسي 1700 والعلاوة 300 وبدل طبيعة عمل 500 والأجر الإضافي 400 طيب يا جماعة عشان خاطر نحلها لازم قلت تاني مع بعض نركز في الأرقام المرتب الأساسي 1700 العلاوة الخاصة أعزائي طلب الطلبات الدبلوم شعبة إدارة في محاسبة الضرابة النهاردة بنشرح ضريبة المرتبات المرتب الأساسي في التمرين كام 1700 والعلاوة الخاصة معفاة ومضافة ما بحط لهاش رقم شايفين عامل شرطة مكانها يعني أنا دلوقتي مش أحتاج إن أنا حط قدام العلاوة أنا بس بفكرك أو بفكرك إن العلاوة الخاصة دي 300 جنيه يعني عشان تعرف من الرقم مع إن الرقم أنا مش هستعمله خلاص في الجدول اتنين الأجر المتغير عبارة عن بدل طبيعة عمل وأجر إضافي يلا كده نبص بدل طبيعة عمل 500 والأجر الإضافي 400 هجمع بقى الأجرين الأساسي والمتغير أجمع الـ 1700 مع الـ 500 مع الـ 400 مع ملاحظة إن العلاوة الخاصة معفاة ما بجمعهاش في قلب الجدول 1700 زائد 500 زائد 400 هيديني 2600 طيب دي الخطوة الأولانية تعالوا كده إحنا خدنا أولا تاني أسمع من نقب الأجر نوعين أساسي ومتغير قلتنا يا بقى إن الأساسي مرتب أساسي وعلوة خاصة والمتغير بدل طبيعة عمل وأجر إضافي رقم اتنين نبص مع بعض يا جماعة ونركز شوية في اللي هقول لما تيجي تقسم تمرينك في ضريبة المرتبات ابدأ الأول بالأساسيات لنا لسه أعيلها أنواع الأجر أساسي متغير تبدأ أولا إجمال الأجر الأساسي وإجمال الأجر المتغير ونبدأ نجمع الأرقام مع الأغذي في الاعتبار إن العلاوة الخاصة أو الاجتماعية ما بحط لهاش رقم في الجدول دي أولا هرجع تاني التمرين ده الجزء الأول أسم تمرينك لثلاث أو أربع أجزاء هتبدأ تحلها تبدأ تحل التمرين قلنا جدول واحد والجدول به ترسم في صفحة إن شاء الله صفحة يعني أنت تكملها كلها كتمرين إيه ككتلة واحدة أرجع تاني التمرين على ثانيا إجمال الأجر الأساسي قلنا مع بعض جمعت إجمال الأجر الأساسي والأجر المتغير مع بعض الألف وسبعمية زائد التلتمية طبعا معفاة بدل طبيعي تعمل وأجر إضافي جمعت التلاتة دول تلعوا ألفين وستمية نيجي ثانيا إجمال الأجر الأساسي ألفين وكام يا جماعة وستمية ثانيا يخصم منه واحد إعفاء شخصي إعفاء إيه شخصي للممول الرقم ده سابت إعفاء شخصي للممول الرقم ده سابت دخلنا دلوقتي في إيه في الجزء التاني اللي هو سانيا أنا جمعت التاني هرجع معكم الأول الأجر الأساسي ألف وسبعمية والإعلاوة تلتمية معفاة بحطوا قدامها شرطة بدل طبيعة عمل خمسمية وأجر إضافي ربعمية يبقى المجموع ألفين وستمية خطوة تانية ده إجمال أجل أساسي المتغير ثانيا يخصم منه بصوا بقى يا جماعة حاولوا ترتبوا نفسكم عشان فيه أساسيات في التمرين ده ما بتتغيرش يعني أول حاجة عندي عندي ثانيا ابدأ أنت حل التمرين من السوابت اللي أنت المفروض تكون عارفها يعني رقم واحد إعفاء شخصي للممول الممول سبع تلاف على اتناشر الرقم ده سابت خمس تلاف خمسمية تلاتة وتمانين وثلاثة من عشر هي المفروض خمسمية تلاتة وتمانين وثلاثة وتلاتة وتلاتين من مية إحنا بنقتصرها لخمسمية تلاتة وتمانين وتلاتة من عشر تانية يا جماعة الإعفاء الشخصي للممول رقم سابت هو في الأساس في السنة سبع تلاف على الاثناشر شهر تلع خمسمية تلاتة وتمانين وتلاتة من عشر اتنين اشتراك تأمين اجتماعي لسه عمله في التمهيد من شوية الأجر الاساسي تلاتة عشر في المية والأجر المتغير عشرة في المية الأساسي اتطلعه متن وستين والمتغير مطلعه تمانين نركز بقى مع بعض ثانيا هجمع الخمسمية تلاتة وتمانين وثلاثة من عشر زائد متين وستين زائد تمانين هيطلع لي تسعمية تلاتة وعشرين وثلاثة من عشر وابدأ أطرح إجمال الأجر الأساسي والمتغير اللي هو رقم ده احنا مشاولين عليه بالسهل 2600 ناقص 923 و 3 من 10 هيبقى صافي الإرادة الشهري 1676 و 7 من 10 طرحت ايه طرحت اولا من ثانيا طرحت إجمال الأجر الأساسي والمتغير 2600 ناقص إجمال او يخصم منه الخطوات التانية اللي هم إعفاء شخصي مشتراك تأمين اجتماعي هيديني 1676 و 7 من 10 ده صافي الإرادة الشهري نكمل في نفس الجدول هاخد آخر جزئية اللي هو تابع حسابي الضريبة على نفس الجدول صافي الإرادة الشهري المؤقت بص يا جماعة ده صافي الإرادة الشهري المؤقت من تكملة من الجدول اللي فات ثالثا يخصم منه بص دي ثوابت أي تمرين مرتبات عندك أو عندك تركزوا في الحاجات اللي أنا بقولها يبقى ثانيا سوابت الحاجات اللي موجودة فيها اللي هو إيه بقى نقول تاني مع بعض هقول تاني ثانيا وفكركم بيها إعفاء شخصي رقم سابت 5383 من 10 اشتراك تأمينات اجتماعية الأساسي 13% والمتغير عبارة عن 10% تعالوا بقى على سلسل التمرين بيكون فيه أو مش موجود أقصاد تأمينات على حياة الممول واشتراك تأمين صحي مجاش في التمرين سيرت لو بفركرتم معي أو فاكرين التمرين أو كاتبينه معايا هتفتكروا له ألف التمرين هناك أقصاد تأمين على حياة الممول أو اشتراك تأمين صحي فأنا بكتب دول وباجي قدامهم بكتب شرطة تمام؟ رقم 2 معايا عشان تركزوا شوية الجزء الأول اللي موجود معايا اللي هو أقصاد تأمين على الحياة واشتراك تأمين صحي طبعا الخطوة بتاعتنا دي قلت دي سابتة سلسل إيبا احنا قلنا ثانيا حاجات سابتة برضو وسلسل حاجات سابتة في قلب التمرين نرجع تاني لتمريننا ونشوف صافي الإرادة الشهر المؤقت 1676.7 سالسا يخصم منه أقصاد تأمين على الحياة الممول واشتراك تأمين صحي 1% طبعا مجوش طبعا يعتبر صفر هنزل نفس الرقم 1676.7 خطوة الرابعة بقى والأخيرة فحل التمرين هنبدأ يحول إلى إرادة سنوي آخر رقم ده احنا كاتبينه تمام بصوا كده معايا أنا السهم أعمله منين وهيجي منين السهم ده جاي بصوا رقم جاي منين يا جماعة 1776.7 اللي هو صافي الإرادة الشهري شايفين رقم جاي منين السهم جاي من هنا وبعا كده دربته في 12 طلع 20124 من 10 20124 من 10 يبقى خط رقم الأخير اللي طلع الوصفة الإرادة الشهري الخضعة للضريبة دربته في 12 وبعد كده طلع 20124 من 10 الخطوة التانية تقصم الشريحة المعفاة برضو رقم سابق يعفى كل كل ممول كل ممول يا جماعة أو كل موظف ليه 8000 جنيه كل سنة يتخصموا من الإرادة بتاعه السنوي طبعا نظيري الأعباء اللي هو إيه اللي موجودة معطل يعني أعباء بتاعة الممول أو الموظف بتاعه إذا كان متزوج يعول عنده أولاد طبعا إحنا بنخصم له 8000 جنيه رقم سابق معنا اتبقى معنا وعاقة ضريبة 12124 من 10 بصوا الضريبة السنوية هنعمل في إيه يا جماعة 12124 من 10 تقربوا كده لأقرب رقم عشري يعني 4 من 10 دي إيه تحول إلى سفت ما رقم صحيح 12120 خلاص يعني إنتبنا أفرد رقم 12124 نخليها الأقرب رقم 12120 إحنا بنقرب الرقم ده الأقرب حاجة همسك بعد كده الضريبة السنوية دي اللي هو الجزء اللي موجود معايا الجزء اللي موجود معايا طبعا تاني معلش اللي هو 12120 ضربته في 10 على 100 تلعت الضريبة بتاعتي موجودة بكام بـ 1212 همسك 1212 دول أقسمهم على 12 شهر يبقى الضريبة السنوية بتساوي وعاء الضريبة في 10% والضريبة الشهرية بتساوي الضريبة السنوية على 12 شهر الرجل ده يدفع ضريبة في الشهر 101 ملاحظة همنا كاتبها يعفى من الضريبة بدل السفر والانتقال في الضريبة احنا كده خلصنا أول تمرين تمام تمرين الأولاني تمرين مبسط على ضريبة المرتبات وطبعا كل مرة هناخد تمرين أصعب شوية بأفكار شوية ان شاء الله خلال الحلقة نحاول نغطي كل حاجة عن موضوع ضريبة المرتبات وما في حكمها تعالوا مع بعض كده أعزائي الطلبات الدبلوم التجاري نركز في التمرين اللي جاي على ضريبة المرتبات يلا كده مع بعض تمام قبل ما ابدأ في التمرين التاني عملتلكم تمرين المرتبات في صفحة واحدة حاولينا برضو قلنا نرجع نرجع تاني موجع بسيطة في كده أول حاجة بدأنا بإجمال الأجر الأساسي المتغير ثم بعد كده الأجر الأساسي الشهري والأجر الأساسي المتغير جمعنا الرقم 2600 يخصم منه ثانيا تاني مع بعض إعفاء شخص 7000 على 12 رقم سابت اشتراك تأمين اجتماعي الأساسي 13% والمتغير 10% جمعت رقمين من التمهيد فأول التمرين تلعب 340 جمعت ثم طرحت إداني صف الإراضي الشهري المؤقت دخلت بعد كده على سالسا يخصم منه يا جماعة حاجات سوابت تركزوا شوية وتحاولوا تذكروا وتحلوا تمرين كتير أقصاد تأمين على حياة المول مش موجودة في التمرين اشتراك تأمين صحي 1% مش موجود في التمرين صف الإراضي الشهري نفس رقم 1676 وسبعة من عشر قلنا يحول إلى إراضي سنوي بالضرب في 12 1676 وسبعة من عشر في 12 تلعت 20120 قربنا طبعا بعد كده بنطرح منه الشريحة المعفاء رقم سابت 8000 إداني نوعاء الضريبة 12124 من عشر قلنا بنقرب الأقرب رقم عشري يبقى 12120 في عشرة في المية الضريبة السنوية 1212 ناخد الضريبة السنوية دي نقسمها على 12 شه بيساوي 101 طيب تعالوا بقى نبدأ بعض الملاحظات المهمة على حل تمرين المرتبات قبل قبل ما أبدأ في التمرين التاني الملاحظة الأولانية جماعة بتركزوا على الحاجات دي هتخليكوا تعرفوا تحلوا التمرين كويس يعفى من الضريبة بقوانين خاصة كل من العلاوة الاجتماعية والإضافية والخاصة يبقى العلاوة هي لها تلات أنواع علاوة اجتماعية أو إضافية أو خاصة تعفى من الضريبة إن احنا بنحط لهاش رقم في التمرين العلاوة الدورية تغضع لضريبة المرتبات ودي طبعا تبقى صعبة شوية في التمرين إن يجي لك علاوة دورية لو جات لك في التمرين علاوة دورية حطي لها رقم في قلب التمرين ركزوا بقى على رقم 3 و 4 مهم جدا العلاوة الخاصة تحسب مع الأجر الأساسي في حالة أنه ذكر بالتمرين مضافة للأجر الأساسي لما نجي نحسب اشتراك التأمين الاجتماعي رقم 4 العلاوة الخاصة تحسب مع الأجر المتغير في حالة أنه ذكر بالتمرين غير مضافة للأجر الأساسي رقم 3 احنا حلناها في التمرين اللي فات هنشوف رقم 4 نشاء الله برضو في تمرين تاني ووريكم تحسبوا ازاي مع الأجر الأساسي وانت مع الأجر المتغير رقم 5 يعفى من الضريبة كل من ركزوا بقى بدل صفر وانتقال بدل مسكن بدل جمعة بدل مأكل بدل إقامة لصالح العمل كل الحاجات دي لو كانت لصالح العمل تعفى من الضريبة وانا قلتلك أو قلتلك لو جاتلك في التمرين أكنها يعني مش مطلوبة يعني مش هنعمل بها حاجة في التمرين تعالوا بقى على التمرين اللي جاي رقم 2 وتركزوا معا بقى خلاص احنا تعودنا نحل التمرين ازاي بيقولي في التمرين رقم 2 عسامة ربيع يعمل مدير بشركة قطاع عام التمرين اللي فات كان موظف يعمل في قطاع خاص والمراضي في قطاع عام ما فيش فرق ما بين الاتنين يتقادى شهرين رقزوا دلوقتي في التمرين جايب لشهري في التمرين جايب لشهري مرتب أساسي 2000 هذه المرتب الأساسي كام 2000 أجر إضافي 500 حافظ إنتاج 50% من راتبه الأساس بدل طبيعة عمل 300 علاوة خاصة غير مضافة للأجر الأساسي 400 ركزوا في التمرين اللي فات قلنا علاوة خاصة مضافة المراضي قلنا ايه يا جماعة غير مضافة للأجر الأساس فإذا أنت شوف بقى المواحظتين دول ما كانوش موجودين في التمرين اللي فات الممول مشترك في التأمين الصحي بنسبة 1% من المرتب الأساسي والمتغير الممول يدفع 200 جنيه شهريا قصة تأمين على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر تعالوا نشوف شهريا علما بأن الحد الأقصى الأساسي 100200 وعلى المتغير 1000 جنيه يا جماعة ركزوا معاه شوية عشان تبدأوا تحلوا التمرين المرتب الأساسي 2000 والعلوة الخاصة غير مضافة وجاب لي في المتغير أجر إضافة وحافظ إنتاج وبدل طبيعة عمل تعالوا كده نشوف مع بعض يتحل التمرين إزاي لازم نبدأ بتمهيد الأول قبل من حل التمرين تمهيد للحل وابدأ في أول حاجة حساب اشتراك التأمين الاجتماعي احنا قلنا بنقارن ما بين المحسوب والأجر الأساسي قلنا المرتب الأساسي كان مفتكروا في التمرين الرقم ده ياريتكم تكتبوا معايا ياريتكم تكتبوا معايا الأرقام عشان خاطروا احنا بنراجع وتحاولوا تشوفوا تاني على قناتكم قناة النيل التعليمية هنشوف إزاي نحل التمرين ونمرن إدينا عليه المرتب الأساسي 2000 ليه هنا بقى حضرتك محطتش العلاوة الخاصة لأنه قل العلاوة الخاصة غير مضافة للأجر الأساسي وشوفها ورهالكم تحت دلوقتي عملناها ازاي المرتب الأساسي طالع بألفين والحد الأقصى 1200 طبعا الأقل فيهم كام 1200 وإن الأجر الأساسي نسبته سابتة كام 13% هيديني 156 الأجر المتغير حاجة 3 حاجات ومعهم علاوة أجر إضافي 500 حوافز إنتاج 1000 بدل طبيعة عمل 300 والعلاوة حد يسألني يقول لي حوافز إنتاج جات 1000 منين هوريهالك في التمرين دلوقتي قال لي حوافز الإنتاج عبارة عن 50% من المرتب الأساسي شوفي المرتب الأساسي عندي 2000 في 50% هتطلع 1000 جنيه طبعا ههوضحها لك في حل التمرين طلع المجموع 2200 والحد الأقصى 1000 هاخد الأقل الأقل بقى 1000 ولا 2200 طبعا 1000 وطبعا قلنا الأجر المتغير 10% يبقى 1000 ف10% هيطلع 100 جنيه اشتراك التأمين الصحي 1% ركزوا في دي بقى عشان دي أول مرة تيجي في التمرين ده ما حل نهاش في التمرين اللي فات اشتراك التأمين الصحي بجمع الأساسي زائد المتغير في 1% طب حد يقول لي يا مستر طب ما الأساسي 2000 كتبوا 1200 ليه والمتغير مجموعهم 1200 كتبتوا 1000 ليه أنا باخد الأقل في الاتنين يعني الأجر الأساسي لما جيت حسبته فوق حسبتها على 1200 الأقل والمتغير خدت الألف فأنا باخد الأقل في الأساسي والأقل في المتغير مجموعهم 1200 في 1 عالمية هيطلع 22 جنيه نبدأ بقى نشوف التمرين الجدول بيتحل ازاي بسم الله كده مع بعض حساب الضريبة الشهرية إجمال الأجر الأساسي هات من تمرينك وافتكر الأرقام اللي احنا قلنا عليها واح المرتب الأساسي 2000 العلاوة الخاصة معفاة واتفاقنا هنحط قدامها شرطة الأجر المتغير جبتلك التلاتة في التمرين هم إيه هما سامع من دوكم بتقولوا أجر إضافي وحافظ إنتاج وبدل طبيعة عمل أجر إضافي وحافظ إنتاج وبدل طبيعة الأجر الأساسي يا ميستر وهم الخامسة دول لو أنت عرفت تتحفظهم أو تفهمهم هتبدأ تحل التمرين بعد كده بسهولة طبعا كل البيانات دي أو الجزء أولا بنجيبه من التمرين أنا جاي في التمرين ده الأجر المتغير تلاتة في التمرين اللي فات جبتهم اتنين ممكن تيجي حاجة واحدة المرتب الأساسي قلنا 2000 العلاوة الخاصة 400 معفاة على أجر المتغير أجر إضافي 500 حافظ إنتاج الأجر الأساسي أو المرتب الأساسي في 50% تلعت بألف بدل طبيعة عمل طلعا ب300 أجمعهم كلهم يا جماعة التوتل أو المجموع بتاعنا 3800 تعالوا بقى أبصوا معايا على يخصم منه إعفاء شخصي قلنا أول حاجة في سانيا نبدأ بقى ننكز مع بعض إعفاء شخصي للممول 7000 على 12 هو المفروض إعفاء شخصي للممول نظير الأعباء بنخصمه 7000 جنيه كل سنة على 12 شهر يبقى الشهر بتاعنا رقم مسابت ب583 و3 من 10 الأجر الأساسي اشتراك تأمين اجتماع عاملوا في التمهيد طالع ب156 والأجر المتغير طالع ب100 يبقى المجموع كله 839 و3 من 10 هطرح أولا من ثانيا يعني هطرح إجمال الأجر الأساسي المتغير من طبعا ثانيا اللي هو يخصم منه وعفاء شخصي واشتراك تأمينات اجتماعية طالع المجموع عندي 839 و3 من 10 يدينا طرحتهم من 3800 يدينا 2967 تعالوا بقى نكمل التمرين برضو في نفس الجدول احنا نعملوا في جدول واحد زي ما اتفقنا ثانيا صافي الإراد المؤقت الشهر المؤقت خدت رقم من فوق من الجدول اللي فات 2967 تعالوا بقى على التمرين يخصم سالسا لأن الرقم واحد واثنين في سالسا جابهم لي في التمرين ركزوا في الكلمة الأولاندي أنا كاتبها إيه أقصاد تأمين على حياة الممول لصالح اتنين زوجته وأولاده ركزوا لما الممول أو الموظف ده يأمن على حياته لازم يكون التأمين ده الصالح مين زوجته وأولاده يعني مفيش حد تاني والدته لأ أخته وطبعا لو ابنه متزوج برضو لأ وبرده عملها في ملاحظات أو بنته المتزوجة أو ابنه البالغ من العمر طبعا ابنه البالغ كبير في السن طبعا مش هياخد ايه تأمين اشتراك تأمين صح لسه جايبها بالتين وعشرين ركزوا معا جماعة شوية كده المتين زي الاتين وعشرين جمعتهم بمتين اتنين وعشرين طيب طالما جاب لي في التمرين الاتنين دول ركزوا بقى كده شوية على اللي هعمله هعمل مقارنة ثلاثية طالما جاب لي في التمرين إن الممول مؤمن على حياته أو اشتراك تأمين صحي واحدة من الاتنين هنعمل مقارنة شايف السهم أنا جايبه منين؟ اللي هو صاف الإراد الشهري صاف الإراد الشهري طالع بألفين تسعمائة وستين وسبعة من عشر بصوا يا جماعة هنضربهم في رقم سابت خمستاشر في المية ثاني هاخد أول رقم أنا كاتبه في قلب الجدوى لهو أو هو صاف الإراد الشهري هنعمله إيه؟ هنيجي نعمله تحت موجود معايا كده في المقارنة وعند المقارنة هنمسك رقم ألفين تسعمائة وستين ونبدأ وسبعة من عشر نبدأ نضربه في رقم سابت يبقى الخمستاشر في المية دي سابتة طلع الناتج ربعمية أربعة واربعين أو المدفوع المجموع آسفيا ميتين اتنين وعشرين ولا يسا ميتين تمانية وعشرين تمام؟ أو تمنمية تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشر رقم سابت نختار أيهم أقل يبقى الأقل الربعمية أربعة واربعين ولا метين اتنين وعشرين ولا تمنمية تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشر طبعا المتين وعشرين 200 222 أقل رقم فيهم فحط ال-222 village أقل رقم فيهم واطرح من ال-2967 من عشر هاي الديني صغى في الإيراد الشهري 2738 وسبعة من عشر اتفقنا نحولهم إلى إيراد سنوي هاخد ال-27 738 710 هضربها في 12 تدينا اتنين وعشرين الف 72 864 واربعة من عشر اخسم منه شريحة المعفاة ت00 هيدينى وعائد ضريبة اربعة وعشرين 2864 واربعة من عشر اركزوا هالرقم الاخير ده اسم وعائد ضريبة 24 864 واربعة من عشر بصوا يا جماعة تحسب الضريبة الشهرية كالتالي الضريبة السنوية أنت أو أنت حضرتك لما الرقم بيزيد عن 22 ألف ودي الشريحة الأولانية بعد ما تطرحنا 8000 تطرحوا 8000 من الرقم اللي يجي لكم هيديك رقم الرقم ده لو أكتر من 22 ألف بتعمله على مراحل يعني على شرائح تصعودية هاخد 22 ألف الأولانيين أضربهم في 10 علامة بـ 2200 ثم الباقي أخر رقم طالع عندي 24,864 واربعة من عشرة أطرح منه 22 ألف اللي يسأ جايبها فيه الشريحة الأولى دي 22 ألف هيتبقى لي رقم 2864 أضربه في 15 علامة ودي إن شاء الله الشريح في الحصة إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة هابدأ أشرحها وأقول لكم بنعملها إزاي رقم 15% سابت يبقى الشريحة الأولى بنضربها في 10% والشريحة الثانية بنضربها في 15% هيطلع 230 أجمع الضريبة الشهرية تمام؟ المبلغ عندي عشان أحسب الضريبة الشهرية أجمع الضريبة السنوية اللي هم الاتنين 222 زائد 230 إداني 2430 أروح أسمع على 12 شهر إداني 23.5 ده الراجل ده هيدفع ضريبته 200 و 3 و كام و نص دلوقتي إن شاء الله هبدأ في تمرين ثالث بفكرة تانية إحنا خدنا تمرينين على الضريبة لما تكون شهرية والعلاوة مرة لما تكون خاصة ومضافة وعلاوة خاصة وغير مضافة في الجزء الثالث أو التمرين الثالث على ضريبة المرتبات عشان إن شاء الله نكون أو يعني وفينا كل أجزاء المنهج بتاع جزء ضريبة المرتبات أو السؤال لأن السؤال أساس إن شاء الله في الامتحان بيجي باستمرار ومهم جدا وعليه درجة برضو مش قليلة فلازم نركز فيها ويعتبر برضو من ضمن الأسئلة المهمة واللي فيها أفكار شوية تعالوا مع بعض كده أعزائي طلب الطلبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة ناخد التمرين الثالث ونشوف هيتكلم عن إيه نبقى مع بعض بالتمرين رقم 3 قال لي هشام يوسف يعمل مديرا عاما لإحدى شركات قطاع العام يتقاضى ما يلي مرتب أساسي 14400 جنيه سنويا في السنة ركزوا بقى التمرين دا جاب لي سنوي وإعلوة خاصة برضو سنويا منها 3000 جنيه مضافة لأجر أساسي وأجر إضافة 600 شهريا وحوافز إنتاج 900 إذا علمت أن الشركة مشتركة في التأمين الصحي تخصم 1% الممول يسد شهريا 500 جنيه قصة تأمين على حياته لصالح زوجته ووالدته ركزوا في الجزء دا زوجته ووالدته يعني مش ايه مش أولاده حصل الممول على مكافأة قيمتها 2000 جنيه من النقابة مقابل الخدمة طيب نشوف المطلوب مننا حساب الضريبة المستحقة على الموظف شهريا علما بأن الحد الأقصى لتأمين الاجتماعي للأجر الأساسي 1000 جنيه والأجر المتغير 800 وحساب الضريبة المستقطعة من المكافأة خلي بالكم يا جماعة ممكن في التمرين يقولك حساب الضريبة المستحقة على الموظف شهريا فقط ما يجيب لكش حد أقصى لأساسي ولا متغير بعض التمرين بتيجي كده طيب تعالوا مع بعض بقى نبدأ دلوقتي إزاي تحل التمرين هنبدأ ملاحظات خلي بالكم يا جماعة الملاحظة دي مهمة جدا قلتلك في التمرين العلاوة الخاصة تنقسم إلي علاوة هو جاب لي في التمرين علاوتين واحدة مضافة واحدة غير مضافة يبقى التمرين فيه خدنا فيه علاوة خاصة مضافة وتمرين تاني خدنا فيه علاوة خاصة غير مضافة والتمرين ده خدنا فيه علاوة خاصة مضافة وغير مضافة جاب لتنين مع بعض وجات في امتحانات صبيقة قبل كده العلاقة الخاصة المضافة السنوية يا جماعة أنا بتعامل مع ضريبة المرتبات شهريا وليس سنويا هو قال لي العلاقة كلها على بعض 4200 في منها علاقة خاصة مضافة 3000 يبقى العلاقة الخاصة الشهرية المضافة 3000 على 12 شهر ب250 والعلاقة الغير مضافة هو العلاقة كلها 4200 شلنا منها 3000 علاقة خاصة مضافة 3 هيتبقى 1200 دي سنوية نخليها شهرية ازاي يبقى العلاقة الخاصة الشهرية الغير مضافة تعتبر 1200 على 12 بمية يبقى نركز مع بعض العلاقة الخاصة خدناها المضافة 250 والغير مضافة 100 تعالوا بقى نحسب ونشوف التمرين ده شامل لتنين مع بعض قلنا الأجل الأساس الأجل الأساسي في التمرين يتقادى الموظف شام يوسف 1200 جنيه مرتب أساسي إيه سنويا والعلاوة 250 أجمع الاتنين مع بعض خلي بالكم العلاوة دي 250 المضافة وليست الغير مضافة في التمرين ده جبت علاوة مضافة وعلاوة غير إيه مضافة 1200 زي 250 يدينا 1450 وهو قال الحد الأقصى 1000 وإحنا متعودين ناخد الحد الأقل فيهم ف1000 في 13 على 100 سابتة ب130 ركزوا على الأرقام دي وكتبوا ورايا العلاوة أو الاشتراك التأمين الاجتماعي عن الأجل الأساسي ب130 وعن الأجل المتغير شوف هو جايب إيه أجل إضافة 600 زائد حوافز 900 زائد علاوة خاصة غير مضافة ب100 يبقى المجموع 1150 والحد الأقصى 800 طبعا بناخد الأقل اللي هو 800 في 10 في المية سابتة ب80 جنيه تعالوا بقى ندخل كده على التمرين عشان نخلص التمرين ده خلي بقى لكم برضو شتراك تأمين صحي جماعة الأساسي والمتغير في الاتنين الأساسي هنا 1000 والمتغير 800 الأقل الأقل في اتنين الـ 1800 يدينا 1800 في واحد على مية يدينا 18 جنيه تعالوا بقى كده مع بعض الجزء الثاني معانا حساب الضريبة زي ما تعودنا إجمال الأجل الأساسي الأجل الشهري خلي بالكم مرتب أساسي قالوا 14400 أسمتهم على 12 بـ 1200 العلاوة الخاصة المضافة 250 خدت شرطة الأجل المتغير أجر إضافي شهري وحوافز إنتاج شهرية دي جايبها شهرية معملهاش سنوية يبقى المجموع 2700 جيت بعد كده قلت إجمال الأجل الأساسي والمتغير يخصم منه إعفاء شخصي 7000 على 12 رقم سابت 5383 من 10 والأجل الأساسي اشتراك تأمين اجتماع زي ما قلنا اشتراك تأمين اجتماع الأساسي 130 والمتغير 80 هيبقى المجموع كل 793 هأسمهم من 2700 يدينا 1906 سابعة من 10 نبدأ مع بعض يا جماعة برضو كده تكملت التمرين هنقول تابع حسابه الضريبة صفى في الإرادة الشهر المؤقت يخصم منه زي ما تعودنا سالسا برضو أقصاد تأمين على حيات الممول صالح زوجته وأولاده هو رقم جايبهولي 500 عملت أنا كان بقى عملته 250 عشان لزوجته ووالدته وإحنا قلنا لازم يكون زوجته وأولاده ما يكونش والدته أخوه ابنه البالغ من العمر بنته المتزوجة فطبعا مش هينفع اشتراك تأمين صحيح لسه جايبه ب32 أجمع وطالما جاب لي سالسا أقصاد تأمين أو اشتراك تأمين بجمع 252 يبقى 272 أعمل مقارنة شوفوا كده المقارنة هعمل فيها إيه هاخد الرقم اللي هو الأولاني ده السهم بتحرك معايا هو اللي هو 1906 و 7 من 10 في 15% طلع 386 أو المدفوع اللي أنا لسه جايبه بصوا السهم جايز زي 376 اللي هو 272 الأقل بعد كده رقم سابت اللي هو 833 و 3 من 10 نختار أيهم أقل اللي هو 272 هبدأ بعد كده أطرح الرقم اللي فوق 1906 و 6 7 من 10 نقص 272 هيديني 1634 و 7 من 10 وتعودنا نحاوله السنو بالضرب في 12 هيديني ناتج 19 1616 أطرح منهم رقم سابت و شريحة سابتة 8000 يديني وعاق الضريبة 11 1616 نمسك 11 1616 دي نضربها في 10% الضريبة السنوية 10% والضريبة الشهرية تعتبر بالنسبة لنا نقص من الضريبة السنوية على 12 طب المكافأة المكافأة دي بتتحسب لوحدها 2000 ف10% بـ 200 جنيه تمام يبقى الراجل ده يدفع الضريب في الشهر 96 و 7 من 10 دلوقتي يا عزائي طلب الطلبات الدبلوم التجاري خدنا مع بعض ضريبة المرتبات وعرفنا ضريبة المرتبات أقدر أحلها إزاي وعرف برضو ضريبة المرتبات إيه مكوناتها والأجر كام نوع خدنا أجر أساسي وأجر متغير وفهمنا برضو مع بعض إن إحنا لازم عشان نحل التمرين وضرب إيدينا شوية وتحاولوا تحلوا في تمرين كتاب المدرسة وتحاولوا تحلوا في نمازج امتحانات وتركزوا شوية عشان خاطر ضريبة المرتبات بلأسئلة الهمة في المنهج وكده يا رب بس إن شاء الله نكون استوفينا كل ما يتعلق بضريبة المرتبات ونكون عند حسن ظنكم إن شاء الله وتحاولوا إن شاء الله نشوفكم كلكم في أعلى المناصب ونشوفكم إن شاء الله نواة البلد إن شاء الله بإذن الله نشوفكم حاجة كويسة وياريت إن شاء الله نكون وفينا كل حاجة في ضريبة المرتبات مع عطب التمنيات بالنجاح والتفاق إن شاء الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله من محاسبة الضرائب لشعبة إدارة